ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليبنوا إلا يشاء الله ولكننا فرهم الهالون وكذلك جعلنا لكل نبيين عدو وانشاة الانسى ودين محبوا أفضل إلى بعض المنزلون في القروع ولو شاء ربكم أفضلون فترهم أفضلون ويتصرى إلي آخرين الذين لا يؤمنون بالآخر وليرضوه وليترخون ومترخون أفضل أفضل تضيحة موضو الذي أنزل إليكم الكتاب فصلا والذين أتينهم الكتاب يعلمون أنهم نزلون من ربك بالحق فلا تكونن من المنترين وتموت كلمات ربك صلقا وعدلا لا مبدل لكلماتهم وهو سميع العليم وإن تحيى الثرمن في نظر لك عن سبيل الله يتبعون إلا الضال وإنه من الله رسول ربك هو أعلم أيضا عن سبيلهم وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنت بياده مؤمنين وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إنما اضطرتم عليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغرع إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذلوا الله للإثم وباطنة إن الذين أكسبون الإثم سيزنوا من كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يحرون إلى أوليائهم يجادلكم ويطاطموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا من فاحينه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في ظلم أدلس بخرج منها فذلك زنقر من كافرين ما كانوا يعمرون وكذلك جعلنا في كل قارتنا كابرة مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية من قابلنا نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالتهم سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعدام شديد بما كان يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشعح صدره للإسلام ومن يريد أن يغله يجعل صدره ذي قد حرجا منه كأنما يصعد في سماعي كذلك يجعل الله الرسال الذي لا يبنون وهذا صراف ربك مستقيم أن قد فصلنا لا يجلق من الذكرون لهم لا أرسلام عند ربهم وليهم بما كانوا يعملون ويوما يحشوهم جميعا يا معشر الجن قد استكترت من الإنس وقال أوليائه من الإنس ربا لا استمتع بعضنا ببعضهم وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم كذلك ولبعض الضائمين بعضا مما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس لم يأتكم وسلم منكم يخصون عليكم آياتي وينزلونكم لقاه يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة دوني وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهنك القرى بظلمين وأهلوها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافلين عما يعملون وربك الغني يذر رحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين إنما تعدون لآتهم وما أنتم موجودين قل يا قوم يعملوا على مكانتكم إن يعابلون فسوف تعلمون من تكون له آخبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله بما ضرأ من الحرث ولا نعاب نصيبهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان من شركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشيقين قتل أولادهم شركاؤهم يردوهم ويلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم ما يفترون وقالوا هذه أنعاب وحف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعاب حرمت ظهورها وأنعاب لا يذكرون اسم الله عليهم فتراءا عليه سيجده بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعاب خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها من غر عمي وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أن ينشأ جنات معروشات وغر معروشات والنخل وزرعان مختلفا والكل والزيتون والرمان متشابها وغر متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر واتحقه ومحصاده ولا تسرقوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعاب حمولة وفرشا كلوا من ما رزقت الله ولا تتبعوا خلوات شاطن إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أبي الأنسين أم ما اشتملت عليهم حمولة وفيعني أم كنتم شهداء نبئون بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أبي الأنسين أم ما اشتملت عليهم حمولة وفيعني أم كنتم شهداء إذا صادتم الله بهذا فمن أضلوا ممن افترع على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِيْنْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَاجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ لَيَّ مُحَرَّمٌ أَلَا طَعِمْ يَطَعْمُهُ إِنَّا يَكُونَ مَيْتَةً أَوَدَمًا مَسْفُوحًا لَوْنَحْمَ خِنْزِلٍ فَإِنَّهُ رِزٌ وَفِزْقًا أُوْحِدًا لِغَرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ يَطْفُرْ غَيْلَ بَاغٍ وَلَا عَلِلٍ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُورُ رَحِيمُ عَلَى الَّذِينَ هَذُوا حَرَّمْنَاكُ الَّذِي زُفُرُ سيقول الذين أشركون أو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبرهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن دلنا تخلصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم أجمعين قل هلما شهداكم الذين أشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدينهم قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشيكوا به شيئا وبالوالدان يسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاغا نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطل ولا تقتلوا من النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك مصاد به لعلكم تاقلون ولا تقربوا مال التي من الله بالتي يحصل حتى يملوا أشهده وفلكله الميزال بالقسط لا نكلف نفسا إلا أسعها وإذا أكلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله ذلك مصاد به لعلكم تذكرون وأن هذا سرعة مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا سبول فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاد به لعلكم تتكونوا ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصينا لكل شيء وهذا ورحمة لعلكم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وتقول عنكم ترحمون أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن يقلنا عن دراسة من غافلين أو تقول لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهلا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم مهودا ورحمة فمن أظلم من من كذب بآيات الله وصلف عنها سنجد الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كان يصرفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قول وكسبت في معنها خيرا قل انتظروا إن منتظروا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لا استمنوا في شيء إنما أمرهم من الله ينبهوا بما كان يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يذنبون قل إن نهداني ربي لا صراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشيكين قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومذلك ومرضون أول مسلمين قلنا غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسلوا كل نفس إلا عليها ولا تزلوا وازلتهم وزروا فراتهم إلى ربكم وارجعكم فينبئكم ما كنتوا فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ألف مال من صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون من في صادق حرجوا منه لتنذر به ودكراره ومن لتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دون أوريا قليلا ما تذكرون وكم من قدر أهلكنا فجاءها بأسنا بادرهم أوهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا قولنا كنا ظالمين فلنسألنا الذين نوصل إليهم ولا نسألنا الموصلين فلنقصنا عليهم بعلم وما كنا غائمين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازين فولاك هم المفلحون ومن خفت موازين فولاك الذين خسلوا أنفسهم بما كانوا بيدنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها ما يعاني شاقرين ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تسجدوا لأرضهم فسجدوا إلا إبن الإسلام يكون من الساجرين قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتق قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتهم من طين قال فهبض منها فما يكونك أن تتكبر فيها فخرج إنك من صاغرين قال الظلين يوم يبعثون قال إنك من الموضلين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المساقين ثم لآتي أنهم من بنيانهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائرهم ولا تجدوا وقتنهم شاكرين قال خرج منها مذعوما مذحورا لمن تمعك منهم لأمن أن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسمنا أنت وزوجك الجنة فقلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فواصل لهم الشيطان يبدئ لهما ما أوري عنه من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة لأن تكون ملكين وتكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فذلهم بغرورهم فلما ذاق الشجرة فذلهم سواتهما وضفقا يغطفان عليهم من ورق الجنة ونذاهما ربكما ألم أنهكم عن تلكم الشجرة وقل لكم إن شيطان لكم عدوهم بال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكون لمن الخاسرين قال اهبتوا بعدكم لبعض عدو عدوهم ولكم في الأرض مستقروا ومتاعون لأحيل قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ورباس استقرى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم شيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزل عنهما لباسهما ليريوا وسواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث نذرونه من ناجعنا شياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة من قل وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتفورون على الله ما نتعلمون قل أمر ربي بالقسن وقيم وجهكم عند كل مسجد ودعوه مخلص له الدين كما بدأكم تعود فريقا هذا وفريقا حق عليهم ضلالة إنهم اتخذوا شياطين أولياء من دون الله يعصبون أنهم مهتدون يا بني آدم خلوزي لدقوا عند كل مسجدين وكلوا واشتركوا ولا تصرفوا إنه ولا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخذ العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم الكيامة كذلك نفصلنا لقم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يساخرون ساعة ولا يستخدمون يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل منكم يقص عليكم ويأتي فمن اتقى وصلحا فلا خفنا عليهم ولهم يحفرون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون فمن أظلم من اخترى عن الله كذبا وكذب بآياتهم أولئك نارهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم خالوا أينما كنتم تدعون من دون الله اطاروا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قار الخلو في أومين قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ذارتوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضربون فاتهم عذابا ضيفا من النار قال لكل ضعف ولكن تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذنقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتحوا لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى إلي جل جمنوا في سم الخياطة وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين أبنوا وعملوا صريحاتنا نكلفنا سنلقوا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في سدورهم من غل تجريم تحت من أنهار وقال الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثمها بما كنتم تعملون ونود أن تلكم الجنة أورثمها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فانها فهل وجدتم ما وعد ربهم حقا قابوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن زن سبيل الله وقعونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الآراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب نعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا يلالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرة والحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ما كانوا بآتي لا يجحلون ولقد جئناهم بكتاب فصل الله على علم عدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إما تأمي الله يوم يأتي تأمي له يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسولنا بنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل خد خسروا أنفسهم وضلعهم ما كانوا يفترون لأن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سبع على العرش وشير الليل نهابكم حثيثا وشمس والقمر والنجوم والسخرات بأمره ألا له خلق والأمر تبارك الله رب العالمين ودعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه ففوط معا إن رحمة الله يقريب من المحسنين وهو الذي ينسل الرياح وشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميتين فانزلنا به الماء فخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون قال رسلنا المحن إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غير من أخر فعليكم أذب يوم عظيم قال الملغ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم لسوي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي ونصح لكم وعلم من الله ما لا تعلمون وعجبت من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا لعلكم تمحبون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك وارقنا الذين كذبوا بآيات أينهم كانوا قاما عمين وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون قال الملاغ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين مبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصحون آمين وعجبت من جاءكم ذكر من ربكم على رجل من كون ينذركم واذكروا إذ يعلكم خلفاء من بالقوم المحيم وزادكم في القط بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد أباؤنا فأتنام وتعيدنا إن كنت من الصادخين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلوني في أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانجيناهم والذين معه برحمة منا وقطعنا ذابر الذين كذبوا بآياته وما كانوا مؤمنين وإلى ثم داخاه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذلوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خنفاء من بعد عادل وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قسورا وتلحقون الجبال المتاء فاذجروا أنا الله ولا تعطوا في الأرض المفسرين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منه وما تعلمون أن صالحا مرسلوا من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذين آمنتمه كافرون فعقروا المعناقة وأعتوا عنهم من ربهم وقالوا يا صالحة أبما تعيدنا إن كنت من المسلين فأخذت أمه الرجفة فأسوحوا في دارهم ياثمين فتولى عنهم وقال يقبل قدم نغدكم رسالة ربي ونصح لكم ولكن تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتوا من فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جوابا قومه إلا قالوا أخرجوهم من قريتكم وإنهم ناس يتظهرون فانجينه وأهلهم إن مرتهم كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعبا قالوا يا قوم عبد الله ما لكم من إله الخير قد جاءتكم بينة من ربهم ففو الكيل والميزان ولا تبخصوا الناس شاءهم ولا تبسلوا في نغضب على إصلاحها ذلك الخير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تفعلوا بكل صراط إن تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عقبة المسرين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يكن من فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ترجمة نانسي قنقر